جوزي كان برضو خلي بالك كان معاي عيبة كبيرة جداً يعني كان عنده سكوات عالي جداً دلوقتي طبعاً لو العيبة دي متواجدة دلوقتي في الجوة لأي فرقة هتعمل فرق معاي فرقة طبعاً يعني لو جبني الأسماء يعني النجوم اللي كانت موجودة في التوئيد ده بركات وأبو تريكا وسيد معاوضوها الجمعة هي اللي صنعت نجومية جوزي طبعاً طبعاً وبرضو عشان برضو ما بخسش حق السلسلة دايماً اللي أنا بتكلم فيها دايماً اللي هي مجلس الإدارة الجهاز الفني اللعيبة بس مجلس الإدارة ده لا يعني أنا بقولك برضو هي العناصر التلاتة دي طالما فيها استقرار فني واستقرار مادي واستقرار معناه فبالتالي أنت بتلاقي نجاحات بتلاقي بطولات بتلاقي بطولات كرية بتلاقي حاجات كتير جديد خاصات لما في جوة النادر أهلي وبشخصية النادر أهلي نفس الأمر هيجي يقولك طب يبقى طالما اللعيبة هي اللي صنعت اسم مانويل جوزيه طبعاً اللعيبة هي صاحبة الإنجاز لا ثواني في التلب بطولات لأمم أفرطة لا ثواني للمنتخب تفض ثواني أكمل مش بأ تفض يعني يبقى نفس الأمر هي اللي صنعت نجومية حسن طبعاً حسنت شهادة ده نجم ورمز كبير لكن هي اللي كانت صاحبة الفضل في الحصول على التلب بطولات ولا لا ثواني ولا هنا الأمر مختلف أنا ممكن لا هنا الأمر مختلف أنا ممكن لأن المدرب منتخب مصر معاه القاعدة كلها بيختار منها زي ما هو عايز لكن أنا في حاجة برضو يعني ممكن ما أكونش قلتها أنا ممكن يكون معايا نجوم كبيرة كتير جداً 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 وأنا مدرب ما أقدرش سيطر على المجموعة دي فيحصل هرج ومرق جوه قط الليبس وجوه جوه الملع لكن أنا لكن مانويل جوزيه مانويل جوزيه مع طبعاً الإدارة القوية المتواجدة دايماً في ظل أي مدرب كانت طبعاً مسيطرة طبعاً وكابتن حسام كان مدير كرة في الوقت دا كان مسيطر تماماً على قط الليبس وبالنجوم دي كلها فالمدرب برضو بيبقى عامل ليه عامل عليه كبير جداً 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 إن هو يقدر يسيطر على قط الليبس بالنجوم دي كلها المدرب ولا مدير الكرة المدير الفني والمدير الفني مع المدير الكرة لو ما فيه عندها بتشغلش المدير الكرة يبقى المدير الفني لكن مانويل جوزيه مانويل جوزيه كان مسيطر تماماً على قط الليبس وعلى الملعب وعلى كل حاجة بصراحة أبس زي ما أنت قلت كان معاه أفضل لعيبة في مصر لعيبة إحنا كنا نتكلم دلوقتي قبل البرنامج يعني ثقافة مهمة جدا لما تتعامل مع لعيب بيعرف يتكلم متعلم كويس جوه الملعب وبرا الملعب ده بيريح أي مدرب بصراحة حتى لما بيجي تتكلم معاه في حالات فنية هو برا أو جوه بيبقى متقبل الأمر بشكل كبير جدا بس جوه فشل مع كل الأندية أو المنتخبة إنجولة اللي ضربهم بعد النادي الأهل فحين أن حسن شهاته إنجازاته قبل ما يمسك المنتخب كبيرة مع المقاولين مع الشرقية مع المقاولين أنت كنت أعتقد موجود لا لا كنت مشيت كنت مشيت مع المقاولين مع الشرقية مع منتخب الشباب فهنا بيوضح لك الفارق ما بين مدرب والتاني ولا ده مش شرط لا مش شرط يعني ممكن زي ما قلت لك يعني ممكن مدرب يروح مكان يبقى موفق بشكل كبير جدا ممكن مدرب يروح مكان تاني ولكن ده بيأكد كلام اللي أنا قلت لك عليه التلات عناصر المتوجدين لعيبة مدرب يعني أنا كنت أعرف إن فيه اتحاد جدة لما اشتغلت في السعودية بعد كده يعني معلوماتنا جات إن اتحاد جدة في الوقت ده كان فيه بعض اللعيبة في قط اللبس يعني كان فيه مشاكل شوية ما أنا جاي لك لما رحنا مثلا اتكلمنا طب ليه هو ما كانش مسيطر أو كان فيه لعيبة طبعا تعريب برا في الوقت ده ممكن لعيبة بتبقى مع الجماهير مع سورشال ميديا ممكن بتبقى أقوى من المدرب في الوقت ده لكن إنت كإدارة تقرأت سيطرة على اللعبة دي مع المدرب بيحصل نجاحات زي ما قلت لك وبيحصل بطولات وده اللي ما كانش متاح لمن والجزي لما خرج بره النادي الاهلي ده من وجهة نظر يعني الإدارة لها عامل كبير جدا 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 في نجاح من والجزي في النادي الاهلي